أهلا بكم مع أخبار رياضة يلتقي ممثلاء الكرة الأردنية الفيصل والوحدات مع فريقية نفط الوسط العراقي والعهد اللبناني يوم غدا ثلاثاء في ختام منافسات الدور الأول من بطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدمة المزيد من التفاصيل في التقرير الثاني يختتم يوم غدا ممثلاء الكرة الأردنية الفيصل والوحدات دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأسيوي بخوضهم الجولة الختامية من هذا الدور حيث يستقبل الوحدات ضيفه العهد اللبناني على استاد عمان الدولي فيما يرحل الفيصل إلى العاصمة الإيرانية طهران لملاقات النفط العراقي نبدأ مع اللقاء الذي يقام هنا في عمان الوحدات يبحث فيه عن مداوات جراحه حين يلاق العهد اللبناني في لقاء الفرصة الأخيرة والضائلة كونه وضع نفسه في موقف معقد بخسرته من الحد في الجولة الماضية المطلوب من الأخضر تحقيق الفوز وانتظار نتيجة ألتين والحد البحريني حيث يعمل بأي تعثر للفريق التركماني لعبور دور المجموعات كون الوحدات يملك خمس نقاط والتين ست نقاط والعهد بالصدارة التي ضمينها بوصوله للنقطة الثانية عشر فيما لا يملك الحد سوى أربع نقاط لقاء الفيسلي والنفط العراقي سيكون تحت عنوان لقاء الصدارة كونهم يبحثان عن التربع على الترتيب بعد أن جمع الفيسلي إحدى عشرة نقطة والنفط إثنتين عشرة نقطة والفوز غدا سيضعهم في أول الترتيب الفيسلي يسعى للظفر بالنقاط الثلاث من أجل التصدر واللعب على أرضه من مرحلة واحدة في دور الستة عشر وهذا يمنحه الأفضلية للتأهل لدور الثمانية ياسين البخيت ومهدي علامة وبها عبد الرحمن كلها أسماء أن يعول عليها الضبع راتب العوضات في لقاء الغد فهل بإمكانه العودة محملا بالنقاط الثلاث والصدارات معا من جهته يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة السلة والتي ستقام في الأردن في الفترة من 29 من الشهر الحالي إلى الرابع من شهر حزيران المقبل التفاصيل عن هذا المعسكر في التقرير التالي مرحلة جديدة يخوضها نشام السلة الأردنية بقيادة المدير الفني جديد سام داقلاس ومساعده فيصل سور حيث يستعد منتخبنا الوطني للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة السلة للمنتخبات والتي ستقام في عمان في الفترة من 29 من الشهر الحالي إلى الرابع من شهر حزيران المقبل وهي بطولة مهمة لضمان التأهل إلى كأس الأمم الآسيوية القادمة والتي ستستضيفها إيران تدريبات المنتخب شهدت تواجد كابتن المنتخب زيد عباس والنجوم موسى العوضي وعلي جمال ومحمود عبدين وأحمد حمارشي الذين يعتبرون عماد المنتخب وأصحاب الخبرات الكبيرة فيما ضم المنتخب النجوم الشابة سنان عيد وأمين أبو حواس وفخر السيوري وينتظر أن يضم لهم اللاعب المجنس الذي سيتم اختياره قريبا بتعرف هذه مرحلة من عدل للمنتخب الوطني وأنا مبسوط أنه لأنه بدي أحسن الكرة السلة عن الباسكبول شوية بآخر سنتين بدأك تقول بآخر ثلاث سنين عمالها بتنزل كتير فهاي كانت من الستب اللي أنا عشان هيك دخلت بهذه البوزيشن لأنه حاسس أنا بقدر بدأك تقول أعمل زي سبلاش أغير الاتجاه المنتخب العماله والهي الكرة السلة الأردنية عمالها بتنزل فمع إن شاء الله مع السبورت من الاتحاد أنا أعتقد أننا في الاتحاد إن شاء الله لأنه هناك أسماء وجربنا أكمل أمريكي بس لحد الآن سماء نقينا الإسم منه اللعب سيكون إن شاء الله بس نجع من تشاينا بـ 22 سيكون مختارين الأمريكي اللي سي نجنسه مزيج من الشباب والخبرة هذا ما يتمنى سام داجلس تحقيقه رفقة النشامة وينطلق المنتخب إلى الصين لإجراء معسكر تدريبي يمتد إلى عشرة أيام قبل العودة إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا هاجس كبير لدى المسؤولين عن كرة السلة الأردنية لتشكيل منتخب قادر على العودة قويا كما كان ليعود منتخبنا الوطني الرقم الصعب في كرة السلة الآسيوية كل توفيق للمنتخب الوطني لكرة السلة من جهته يحقق فريق الجامعة الأردنية فوزا كبيرا على فريق الجامعة التطبيقية في المباراة النهائية لبطولة الجامعات بكرة السلة ليحقق لقب البطولة وانتهى اللقاء بنتيجتي 67 نقطة مقابل 46 في اللقاء الذي جمعهما في الصالة الرياضية لجامعة العلوم التطبيقية وفي ختام الدورة الجامعية تسلمت الجامعة الأردنية كأس المركز الأول لحصولها على أعلى عدد من الميداليات والكؤوس خلال الدورة الرياضية للجامعات الأردنية السنة سنة مميزة بالنسبة لنا جميعا نحتفل بمئوية الثورة العربية الكبرى وكانت هذه الدورة خصيصة احتفالية بالمئوية وأثبتت جدارتها ومشاركة جميع الجامعات وأدوا الشباب ما شاء الله بروح عالية بصراحة فيها فرحة كبيرة بمناسبة المئوية الثورة بصراحة شاركنا بكل الألعاب ربنا أكرمنا بعشر كؤوس في هذه الدورة طبعا الفضل كلياته بيرجع لللاعبين اللي اجتهدوا ويعطونا من وقتهم وبيرجع الوقت كمان الفضل للمدربين على عطائهم والله فوز بنهدي لرئاسة الجامعة ولكل شباب الجامعة وللملك جلال سيدنا قسروا فالبطولة والأميرة سمية كان افتتاح حلو كانت بطولة حلوة وإن شاء الله يكون في بطولات أكثر الفصول الجاي وتكون مدته أطول ما كانت بطولة طويلة كهيرة آخر قيام ما كانت سهلة بالمرة ضد جامعة المتطبقية فريق كان عنده لعيبة وعنده كوتش كويس بس الحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا وقدرنا نوخذ البطول الحمد لله رب العالمين أوروبيا خطف فريق أيندهوفن لقب الدوري الهولندي لكرة القدم بعد فوزه في لقائه الأخير على مضيف زفولة وتعثر المتصدر السابق أيضا آي أكسا أمام مضيفه ديغراف شاب بالتعادل الإيجابي المزيد من التفاصيل طبعا في التقرير التالي للعام الثاني على التوالي يتوج أيندهوفن بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم مستغلا تعثر آي أكس أميستردام بالتعادل الإيجابي أمام أغراف شاب الذي يحارب من أجل البقاء بهدف لكل فريق أيندهوفن نجح في تحقيق الفوز الأهم هذا الموسم على ضيف هزفولة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الختامية للدوري وافتتح يورغين التسجيل لعيندهوفن في الدقيقة الرابعة والثلاثين قبل أن يضيف دي يونغ الهدف الثاني قبل نهاية الشط الأول وقلص أوسين بوي النتيجة لسبولا في الدقيقة السادسة والستين إلا أن ريد دي يونغ لم يتأخر بتسجيله الهدف الثاني له والثالثة لفريقه ليتوج بي أس بي عندهوفن بلقب سيبقى طويلا في ذاكرة جماهيره فيما تلقى آيكس مستردام درسا كبيرا بعد أن فرط في اللقب في اللحظات الأخيرة من البطولة ترجمة نانسي قنقر